السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نفض بلد محاور ثلاث للنقاش الليلة حديث حول تصريحات الدوحة والدور في الوساطة نظام الثانوية العامة مال جديد وأيضا نتحدث عن خطاب أبو عيدة وما حمله من رسائل في الأول بعد جدال كبير حول بقاء حماس ودور قطر في الوساطة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري في تصريحات صحفية اليوم أن قطر ملتزمة في العمل لمنع مزيد من نهار الأمني في المنطقة وأن هناك جيد من الأيتام في قطاع غزة لا بد من تجنيبهم ويلات ما بعد الحرب وأن هناك حالة من الإحباط حيال عدم التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وأننا بحاجة إلى إعادة تقييم لجهود الوساطة وإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية وأن هناك إحباط من النجمات المفتعلة على جهود الوساطة التي تعدت المسؤولية الوطنية لدولة قطر أيضا تحدث عن التصريحات التي أدل بها مسؤولين في حكومة تنياهو واختلاق أكاذيب لا تبرر بأي شكل الاعتداء على الوسيط والقصد قطر وإيضا تحدث أنه من المبكر الحديث عن مرحلة ما بعد انسحاب قطر من الوساطة وأنه لا يمكن لأي طرف المجتمع الدولي أن يقبل بالهجوم على رفح التي تعاني أصلا وأنه على الجميع العمل على وقف هجوم تل أبيب المرتقب على رفح هذه التصريحات إلى ماذا تشير هل نشهد مرحلة وساطة جديدة أم أن قطر ستغادر المشهد وأن مصير حماس هناك سيكون قيد السؤال هذا الموضوع أرحب بضيفي الكريم الأساذ بسام بدرين الكاتب والمحل السياسي أساذ بسام مساء الخير أهلا بك في نظر الرد أهلا أخي محمد مساء النور أهلا مساء النور وأنا أولا أجي من حديث وزارة الخارجية القطرية وهل تقرأ في تصريحات قطر اليوم خروجا عن دورها في الوساطة مغادرة مربع الوساطة باتجاه ما يحدث في قطع غزم أولا وقبل كل شيء أخي محمد الحق والحقيقة يتطلبان أن نوجه كل الشكر والتقدير والاحترام لموقف قطر حكومة وحكما وأميرا وشعبا في خلال كل هذه الأزمة والحقيقة أن الموقف القطري الرسمي والاشتباكي والتفصيلي والميداني وأيضا في الجانب الإنساني والجانب الأخلاقي كان قمة وكانت دولة قطر العزيزة الغالية تتصرف وكأنها دولة عظمى في هذا الموضوع في موضوع الملف الفلسطيني فمن هنا نقول أنه لو لا قطر لا رأينا الكثير من المعطيات مختلفة عما رأيناه لو لا دور قطر ودور قناة الجزيرة تهديدا لما اكتشف الكون في الواقع الكثير من تفاصيل الجرائم المعروفة لو لا شبكة المراسلين والكاميرات ولولا الرعاية القطرية التي كانت بمعنى أو بآخر متفهمة للوضع الإنساني في قطاع غزة وصديقة لأبرز فصائل المقاومة وهي حركة حماس لما كان العالم استطاع أن يجد أطراف الحقيقة يعني تتولى مسألة الوساطة فسواء بقيت قطر لأسباب تخصها بالوساطة أو انسعبت من هذه الوساطة لأسباب تخصها أيضا نحن نوجه كل التحية والاحترام لدولة قطر على أدائها الأخلاق الرفيع في الأشهر الستة والسبعة الماضية بكل حال ما قالوا الناتق باسم الخارجية القطرية اليوم أنا أعتقد وأول شيء مكرر هو سبق أن قيل هذا الكلام وسبق أن تم صدور بيانات رسمية قطرية فيه عدة مرات وأنا أقرأه باعتباره يعني محاولة لعادة تقييم الموقف ونوع صنف من التمهيد للانسحاب من الوساطة وبما أننا وصلنا إلى هذه المرحلة فأعتقد أن السبب هو اليمين الإسرائيلي حكومة بن يمين نتنياهو الجريمة بحد ذاتها بمعنى أن القيادة القطرية قد تكتشف قريبا بأن الواجب الأخلاقي يتطلب مغادرة الوساطة مع مجرم من هذا الصنف مع طرف يعني في هذا السياق لكن لا أقرأ هذه التصريحات باعتبارها انسحاب من القطاع الوساطة أعتقد أنها محاولة للتمسك بأسس عادلة ومنصفها في مسألة الوساطة لأن الضغط خلف الكواليس والستارة على اللاعب القطري ضغط عنيف وضغط هائل ولا يقل عن الضغوط على المقاومة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني نفسه سواء من الدارة الأمريكية أو من بعض الدول الأوروبية أو حتى من حكومة اليمين الإسرائيلي بحيث أنه يتحول الوسيط إلى أداة ضغط بحد ذاته وهنا مفصل المسألة الواجب الأخلاقي لدولة قطر لا يحتمل ذلك ولن يقبل بذلك من هنا أقرأ هذه التصريحات باعتبارها لفت نظر لللاعبين الكبار في هذه المسألة بأن الوسيط القطري يفكر بالانسحاب ولا يوجد ما يمنعه من الانسحاب الآن ما دامت إسرائيل تصر على مهاجمة الدور القطري واتهامه وإحنا قرأنا في الإعلام الإسرائيلي تصريحات العديد من القادة ومنهم نتنياهو نفسه تتهم قطر بدعم وتمويل الإرهاب بين قوسين الفلسطيني وهي على كل حال تهمة تنطوي على شرف كبير في الواقع لكن الحديث هنا عن أموال كانت تقدم قبل 7 أكتوبر لأهلنا بقطاع غزة وليس للمقاومة أو لحركة حماس أموال قطرية هذه حقيقة معروفة وبمقاصة مالية من وزير مالية حكومة نتنياهو الأولى فإذا كانت هذه الأموال التي كانت تقدمها بصفة شرعية قطر وعلنية عبر الإسرائيليين وبموافقتهم ولأغراض تخص رغبة نتنياهو آنذاك أن تبقى الساحة غزة هادئة إلى حد ما وأن يرسل بعض الأموال لكي تعيش الناس القطر يعني خصص هذه المبالغ ووافق عليها نتنياهو فنتنياهو اليوم هو من يرعى هذا الإرهاب بدلا من توجيه الاتهام لقطر إذا كنا بدنا نكون صادقين في قراءة الأحداث بمعنى أو بآخر بالخلاصة أنا أعتقد عزيزي أن القطريين يحاولون بالموقف الذي صدر اليوم للمرة الرابعة منذ شهر تقريبا لفت الأنظار إلى أن الوسيط بدأ يشتكي وليس الطرف الذي يشارك بالوساطة ومن يشتكي اليوم هي دولة قطر التي تربطها علاقات قوية جدا بالإدارة الأمريكية ويوجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية قد تكون الأضخم في دول الخليج العربي من يشتكي اليوم من عنف الإسرائيلي اللفظي وطريقته في تبرير جرائمه الوسيط نفسه فما بالك بالأخوة في قطر هذا عنصر في المشهد العنصر الثاني واللي أنا بعتقد أنه في غاية الأهمية أخي محمد وهو ما لا يدركه من يضغط على قطر أصلا سواء بالجانب الأمريكي أو الإسرائيلي لا دولة قطر ولا الأخوة بالمكتب السياسي الذين تستضيفهم قطر يملكون القرار أصلا من حيث المبدأ وهذه عنصر أنا بستغرب كيف بسقط من كل الاعتبارات يعني فرضا جدلا أن نتنياهو يريد الضغط على قطر واتهامها لكي تضغط على قيادة حماس عن أي قيادة في حماس تستطيع الدوحة أن تضغط نحن كنا بالدوحة وشفنا الأمور كيف ماشي والجميع يعلم أن القيادة الميدانية في غزة لها الكلمة الأولى والنهائية بمعنى مع الاحترام الشديد لأخواننا بالمكتب السياسي الخارجي الموجود في قطر أو في غيرها من العواصم في العالم هو لا يملك القرار القرار للميدان أصلا يعني أنت كيف تستطيع أن تستجيب عبر قطر لضغط إسرائيلي أو أمريكي للقبول بما لا يقبله الميدان هذه معادلة منتهية وساقطة من هنا نقرأ المبادرة والتصريحات المسيسة لإسماعيل هنية قبل ثلاثة أيام ومن هنا نقرأ هذه الروح المعنوية العالية في تصريحات أخونا أبو عبيد الناطق الرسمي اليوم بالتالي يعني أيضا من يحاول العبث مع الوسيط القطري ينبغي عليه أن يفهم أن القرار في حماس أصلا لمحمد الضيف والأخ إبراهيم السنوار والمجاهدين الكبار اللي موجودين في الميدان وهذا منطقي فيزيائيا أيضا لأنه هم اللي في الميدان وهم الأكثر خبرة وهم الأكثر دراية إضافة إلى أنه أصلا الميدان لا يتحدث إلا مع قيادي واحد من السياسيين في الخارج بتفاصيل الصفقة تحديدا إذن نتحدث عن نوع من العبث الإسرائيلي محاولة إسرائيلية أمريكية يمينية متشددة لإقناع قطر بالتحول إلى أداة تضغط على قادة حماس وعلى أساس أن تهديد قادة حماس بطردهم من الدوحة يعني هو خروج من الجنة وبالتالي يعني حماس ستسرع لتقديم التنازلات المطلوبة بينما قادة حماس يعني أنا أعلم وقد أخبرني بعضهم بذلك وهم يعلمون أن لديهم خيارات في الإقامة والتواجد وأنهم يوما من الأيام لم تبني حركة حماس في الخارج يعني برامجها على أساس إقامة دائمة وطويلة في أي مكان في العالم وهؤلاء اللي شعبهم يقتل ويشرد واللي بفقدوا أحفادهم وهم بالخارج زي أخونا الكبير إحنا بنعزيع الهوى كمان الشيخ سماعين أبو العبد اللي بيفقد كل هذه الخسار واللي بشوف شعبه بقدم كل هذه التضحيات مش رح تفرق معه بصراحة أنه يقعد في اسطنبول ولا في نواكشط ولا في صحراء إفريقيا ولا حتى يستشهد ففي وهم كمان بمسألة إمكانية يعني اللي ذراع الجسم السياسي الخارجي في حركة حباس طيب أنت ذكرت هاي النقطة وأنا وأنت ذكرت أن المقاومة تتواصل مع شخص واحد فقط فيما يخص موضوع الهدنة على أقل تقدير وأن باقي الأمور المكتب السياسي ليس لطلع عليها يعني لا معلومات لديه لا قرار لديه لا قرار وليس لديه معلومات طيب هذا الشخص هل يملك زمام أو يملك القدرة على التأثير على الميدان لا هو الشخص مش صاحب قرار أيضا هو عضو قيادي مثله مثل بقية زملاء هو واحد من 15 شخصية قياديه بالمكتب السياسي بالخارج ما لا يفهمه الكثيرون ترى في النقد والمتابعة أن حركة حماس حرميا لديها أكثر من تنظيم وأن آلية اتخاذ القرار بحركة حماس لا علاقة لها بشخص مما كان وأن هناك آليتان لا بل حركتان لا بل تنظيمان تنظيم بالخارج وتنظيم بالداخل من غير المعقول ومن غيره الأخلاقي أصلا على أي قيادي وكلهم مجاهدين ومناظلين ومحترمين وقدموا تضحيات لكن أخلاقيا لا يجوز لأي قيادي في حركة حماس أن يتخذ قرار يعني بدلا من النامين بالأنفاق منذ 200 يوم يعني منذ سبعة أشهر بالتالي الميدان هو صاحب القرار يعني احنا متذكر الأمين العام لحزب الله لما قال مش أنا صاحب القرار إذا حزب الله بقول الرأسه الأساسي الميدان صاحب القرار كمان في حركة حماس الميدان صاحب القرار وما ننسى أنه تنظيميا وهيكليا في تنظيم اسم حركة حماس في غزة يعني هذا كمان إله قيادة وإله هيكلي تخصه وهذا التنظيم يواجه العدو وهو فيه معركة فمن غير المنطقي أن يقبل ضغط أصلا طرف سواء في نفس حركة حماس ما احترامنا للجميع أو حتى من أي دولة أخرى هو لا يحتاج كل الدول هو الآن يعتدي عليه العالم الغربي الدول المحور الغربي الأمريكي هي تستهدف الشعب الفلسطيني هو في وسط المعركة إذا كنا نتحدث عن نوع من الاتصالات التنسيقية لأغراض نقل رسالة وقبور رسالة حددت قيادة الداخل وتبنى المكتب السياسي في الخارج ثوابت حركة حماس الثلاثية اللي أصبحت معروف الآن انسحاب النازحين الوقف الشامل لإطلاق النار هذه الثلاث أقانيم ثلاث أغنيات وطنية فلسطينية عظيمة وإحنا بنرجع ونذكر أنه النظام الرسمي العربي كله يضغط على حماس أصلا أصلا يضغط على حماس ويشارك الإسرائيليين بعض الدول العربية تشاركهم بالحصار ولولا الأردن ودور الأخلاق الكبير أيضا ودور جلالة الملك في الإنزالات وغيره لكن تهنى أيضا في مسألة إنسانية أعمق وأسوأ بالتالي يعني حماس ليست في موقع الآن خصوصا الخضوع لضغط سواء يعني قصة الضغط القطري يعني هو بلينكين قال أن قطر تستطيع الضغط على قيادة حماس ناتنياهو كررها خمس مرات بأقل من أربعين يوم هذا وهم هذه ليست حقيقة لا أحد يستطيع الضغط على قيادة حماس في الداخل بما في ذلك قيادة حماس في الخارج واليوم تضغط عليه بأي اتجاه يعني إذا ما أخذ موقف أخلاقي ورافض العدوان وتسعى لتفكيكه وبتنتقده بهذه الحدة هل ستذهب لممارسة الضغط على الضحية؟ غير معقول يعني غير معقول بالتالي الخيار الأسهل تكتيكيا دبلوماسيا عند القطرين أن يقولوا هذه اتصالات عبثية واليوم أخواننا بحماس ما رفضوا المقترح الأمريكي كما يدعيه وزير الخارجية بلينكين اللي أظهر أنه شخص بائس جدا عندما نزلت طائرته فقال أنا يعني حضرت بالصفتي يهوديا وليس بصفتي وزير خارجية أمريكا هذا شخص بائس اليوم بقول لك أنه كان في مقترح وملمح أنه رفضوا حركة حماس ما رفضوا المقترح الأمريكي طوروا عليه وقدموا ثوابتهم وقبلوا فيها مش من المرونة لكن القرار بمرونة أو بغيرها للميدان يا عزيزي لمن دفع الثمن بالدم لمن جاعه وإحنا كل يوم بنشوف تصريحات أهلنا بغزة المدمرين النزهيد يعني كل يوم بنشوفهم بقولوا إحنا مع المقاومة وإحنا صامدين وإحنا صابرين وما بنقدم تنازلات كبيرة أنا كيف أقدم أنا تحت إطلاق النار ويعني مذابح وقبور جماعية منذ أسبوع وإحنا بنكتشف وبدي أقدم تنازل للعدو لا أشوف الدم سيجلب المزيد من الثورة الدم الضحايا سيتحولوا إلى دائرة الانتقام وهذا صراع وجودي هذا النمط من الإجرام الإسرائيلي والغطاء الأمريكي له يعني صراع وجودي والأخوة في قطر أذكى بكثير أذكى بمساحات أنا معجب بالمؤسس القطري بصراحة شخصيا وبطريقة إدارتها للأمور هم أذكى بكثير من أن يتورطوا في لعبة الضغط على الطرف لا يملك القرار وبالتالي أنت بتطلب منك قطري اليوم دائرة من العبث يعني ما الذي يغيره في المعادلة إذا قررت دولة قطر ممارسة حقها السيادي واعتذرت من الأخوة في قيادة حماس اللي أنا زرتهم في مكاتبهم في الدوحة وفي مقراتهم وقالت لهم معلش شوفوا لكم مكان ثاني عفواً شو بفرق في الميدان هذا الكلام يعني رح يفرق عندي إبراهيم السنوار اللي شاف الأطفال الرضع والخدج بموتوا وأطفال غزي بموتوا بالجوم ما بفرق ولا بفرق عنده الأخوة في قيادة حماس هؤلاء مجاهدين وهؤلاء مقاومين ولن تذهب قطر في هذا الاتجاه بتحليل السياسي لأنه كمان اتجاه عبثي لكن دولة قطر باختصار ما قصرت يعني لا أحد في الشعب الفلسطيني لديه حجة ضد الدور القطري الحقيقة تاريخية طيب بس السؤال هون وهناك من ربط بين زيارة هنية لإسطنبول المؤخرا لقاؤه بأردوغان وأنه يبدو أن حماس تمهد لمغادرة قطر لرفع الحرج عن القطريين نقول أنها مبادرة من حماس نفس حماس مثلا أنا بقول لك يعني إذا أنا فاهم أخوانا حماس الخارج على الأقل لأنني بعرفش شيء عن الداخل مففوض إذا أنا فاهمهم صح بحكم التواصل وبحكم الحوارات اللي صارت بعرف أنهم يعني مش راح يتركوا يقولوا أننا خيار المغادرة في قطر ولا بإسطنبول ولا بأي مكان لكن إذا كمان أنا فاهم صح بعرف تماما أنهم جاهزين لكل السيناريوهات وهم مش يعني ليسوا سذجا هم يعلمون أنهم في لحظة ما قد تستبدل عاصمة بأخرى مكان بآخر ويعني أنا شخصيا الحقيقة سألت لا خالد مش على المثل إسمعيل هل هي عدة مرات عن هذا الموضوع هو رده الوحيد يا أخي شعبنا مشرد ونازح بلاد الله واسعة يا أخي بسام هيك قالوا لي وأنا بعتقد أنهم مقتنعين بهذا الكلام بلاد الله واسعة لكن خروجهم من الدوحة أو من أي مكان آخر وعدم وجود مكان يستقبلهم هذه حجة على حجم ومستوى جريمة النظام الرسمي العربي والدول العربي لأنه من غير معقول من غير معقول أن يقبل عربي واحد عنده الحد الأدنى من الأخلاق أنه ما في مكان يأوي هؤلاء القدى الكبار المجاهدين الذين قدموا تضحيات بالدم وما فيه تعامل سياسي وعلاقة معهم هذه حجة علينا إحنا في العالم العربي خلينا نشوف أنفسنا أمام المرأة نشوف أنفسنا الدول العربية نشوف نفسها في موضوع المقاومة وعدم وجود مكان لقادتها أو التهديد لكن هم بيقول لك إحنا بلاد الله واسعة وكلها بلاد الله وهذول الحاملين بالمناسبة يا أخوانا قيد حماس أنا مش بدي أحكي عنهم مش مفتون فيهم يعني أنا مختلف معهم كثير ببعض الأشياء بس هذول الحاملين أرواحهم أصلا على كفهم وماشئين بالتالي لا يهمه إن استشهد في الدوحة أو في اسطنبول أو على مقهى في أنقرة أو في وسط البلد في عمان المهم أن عواصم مثل عمان لا تستقبل هؤلاء هذا الأهم الحقيقة هون الحجة التي نقيمها إحنا حتى كأردنيين على حكومتنا هذا الأخطر هذا الأهم وللتذكير وأنا قلت على منبركم قبل هيك يعني إخواننا حركة حماس منذ تأسيسها لم تطلق رصاصة واحدة لم تبنشر عجلا واحدا في أي شارع عربي هذه حركة وطنية حركة تحرير وطنية محترمة مجاهدة إحنا ما تعاملنا مع هالحكومات العربية بالاحترام الذي يليقوا بها ويليق بالشعب الفلسطيني ومعركة غزة يعني ليش يزاود عفون الأخ اللي بقيادة حماس اللي موجود بأي مكان في العالم ومرتاح بوكلوا بشرب ليش يزاود على أطفال غزة اليوم ليش يزاود على الضحايا اليوم قصفوا خيم نازحين الإسرائيليين في رفح اليوم 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 قبل ظهرا أمس الأول قصفوا أبنية في رفح مين قال لك أنه معركة رفح مش بادي آي معركة رفح بادي اليوم جيش الاحتلال يقول أن المعركة اقتربت هو يقول ما يقوله هو يهدد من ستة أشهر برفح يا أخي هذا الاحتلال لم يحقق أهدافه التي هو أعلنها لا بوسط خان يونس ولا بالشمال طيب إحنا قبل ثلاثة أيام ضربوا في بيت حنون أقصش على معمر إيرز يا أخي إحشوف الميدان سيد نفسه فعلا وإحنا ما بنقدر نفتي على الفضائيات لا أنا ولا أنت ولا غيرنا إلنا حق أصلا نفتي إحنا القاعدين عن المجاهدين هو لم يحقق أهدافه في خان يونس لم يحقق أهدافه في شمال غزة بالمعنى الاستراتيجي طويل الأمد فيه إجماع بين كل المحللين على أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس كسبت هذه المعركة وعملياتيا إحنا شفنا النفس الإيجابي عند أبو عبيدة اليوم يعني عملياتيا معنوياتهم المقاتلين مرتفعة ويسخر من ادعاءات العدو لا بل واضح أن أبو عبيدة كان يمتبع ما يقوله نتنياهو بدليل أنه قلشه يعني علق على ما قاله والده له نتنياهو هو الصغير وكان يرد عليه على أنتوني بلينكين بالتفاصيل ويتهمهم بالكذب معنويات المقاتلين ما فيه أي ملمح وهذا رأي كل المحللين العسكريين مش أنا ما فيه أي ملمح من ملامح الانتصار لكن التلويح بفزاعة رفح بين حيني والآخر لإرهاب الشعب الفلسطيني يعني بعد أكثر من مئة وعشرة ألف شهيد ومفقود وجريح هذا بدك تتفاهمنه وهذا الشعب بخاف يعني خلص يعني مش أي خاف برفح يعني وإحنا يعني أمة الأجل والإيمان المطلق بالانتقال والموت وبالله وبالجنة وبالنار وبالثورة شعب ثائر يا أخي هذا الشعب بدافع عن حقه بالتالي فزاعة رفح لكن خطورة رفح وين أخي محمد فضل أنها هي المحطة التي يجب على كل الأطراف بعدها وليس قبلها إن حصلت عملية تعرف الأمريكان شو بيستخدموا التابع بيقولوا بدناش عملية لا نريد عملية عسكرية واسعة في رفح هم بيضعوا قيود ومحددات على العملية الإسرائيلية الإسرائيلي بيقول عملية رفح يعني قيدة طهي هو يستخدمها كفزاعة للضغط كان على المفاوضات في ثلاث جولات مفاوضات آخرها تنتين برمضان هو كان يستخدمها ردت عليه المقاومة بأنه هذا يعني هذه اللعبة لا تلعبها طيب إشكالية رفح الحقيقية بعد المعركة إنه بده يقعد الإسرائيلي ويجاوب على السؤال الكوني سؤال العالمي اليوم ماذا بعد الحرب ما هو بده يجلس إذا فات دخل رفح يعني هو جلس في خان يونس وهي أقل من رفح بالتجهيزات العسكرية خان يونس فيها عدة كتاب رفح فيها 24 حسب الإعلام الإسرائيلي جلس 14 وحتى الآن لم يحقق أهدافه طيب شو الأهداف اللي بده تختلف معك في رفح مع وجود 730 كيلو متر أنفاق على ثلاث طوابق يعني ما هي نوع هذه الأهداف إلا الإمعان في القتل الإمعان في إخضاع المقاومة والرغبة في الإفراج عن رهائن مجانا يعني هو هذه معادلته لكن رفح عندما تبدأ وهذا ما أنا قد أكون فهمته من تصريحات أبو عبيد اليوم عندما تبدأ يعني سيفوت القطار الجميع يعني لم يعد هناك أي شك من أشكال التفاوض على رهائن سيغلق هذا الملف وستبدأ مرحلة مقاومة جديدة هو إذا يعني قتل كل أخواننا إحنا رح نترحم عليهم ونغبطهم على الشهادة من مقاتلي حركة حماس وكتاب القسام بيجي قسام أشرس من اللي قبله وبيجي حماس أقوى بكثير من حماس اللي إحنا بنعرفها هذا كلام عبثي فرفح ستجعل الإسرائيلي يصطدم بحائط السؤال طيب بعد رفح سواء حققت أهدافك أو ما تبقى منها على دعاك أو لم تحققها إيش المطلوب من الشعب الفلسطيني بعد رفح السيطرة الأمنية الكاملة هل ستبقى يعني عامل هذا الجسر بين الشمال والوسط طب بعد ذلك بدك تضم بدك تعمل مستوطنات هذا السؤال البقلق هذا السؤال يرغب بطرحه الأمريكيون منذ سبع أكتوبر وهم بيحكوا بدنا نطرحه فقط الإسرائيلي لأغراض تتعلق بالبلطجي اللي اسمه نتنياهو ومجموعته يعني ما بده مجابه عليه لكن هذا السؤال مطروح أعتقد أن عملية واسعة بمبعن القصف العنيف والاختراق بدون ترتيبات تشارك فيها مصر غير ممكنة أنا بعتقد جازبا أنه إذا صارت هذه العملية بتكون مصر طرف فيها طرف ضد الشعب الفلسطيني يعني للأسف لكن إذا حدثت عملية واسعة فرح إذا حدثت عملية واسعة لكن إذا بدك تضرب بين الحين والآخر والطارد وكذا يعني أنت مستمر بنفس العبث ستقتل الأبرياء والأطفال وهذا لا يؤذي المقاومة آخر النهار يغذي المقاومة يعني أنت كل طفل شهيد رضيع شهيد امرأة يعني استشهدت ببلاش كل خيبة بتهدمها بصراحة قاعد تطيل عمر المقاومة الفلسطينية ثلث سنين واربع سنين وعشر سنين هذا عبث هذا مش عملية عسكرية والعملية أمنية والعملية لها هدف واضح الهدف الواضح الوحيد الذي يعرفه العالم هو أنه نتنياهو يريد أن يتجنب هذا البلطجي اللي اسمه نتنياهو يريد أن يتجنب السجل بالتالي التلويح القطري بإعادة تقييم الوساطة بمعنى وجود احتمال قوي للانسحاب منها ومعه التلويح الاسرائيلي بأنه قربت عملية رفح الواسع بمعنى الإجرام الدموي وفي الأثناء الانفتاح المفاجئ من جهة تركيا والرئيس رجل طيب أردوغان على المقاومة وإصلاح ما قاله أنه أخطاء تتكبت كلها عناصر إذا لاحظنا ماشي بالتساوي زمنيا لأنه النافذة التي فتحت لقادة المقاومة وقادة حماس تحديدا ومعهم شوي طبعا الجهاد الإسلامي في اسطنبول وفي أنقرة في تركيا هذه الأيام هي نافذة تحاول الإجابة على سؤال ما بعد رفح نفسه أنه طيب أخواننا بحماس عندهم مقارب سياسي عندهم إمكانية لتسليم السلاح والتصرف كحزب سياسي عند قابلين الآن أخواننا بحماس أنه يعني ينحك معهم بقصة حكومة تكنقراط تقود إلى انتخابات بتعرف هذه الاستواني الكبيرة وأنه السلطة ترجع أجابت في أنقرة حماس على هذه التصرف أعتقد أنه أجابته وقد أجاب علنا عبر وكالة الأناظول إسمعيل هنيين وأجاب أجوب ذكية جدا وبالتفصيل الممن وقال بالحرف الواضح والواحد أنه يعني حركة حماس ما بدأ تحكم غزة يعني ليست مصرة على أن تحكم غزة لكن الانسحاب بده يصير وسلاح المقاومة هذا سلاح الشعب الفلسطيني وليس سلاح حركة حماس فقط وقال أنه آه بنقبل بحكومة تكنقراط متوافق عليها من الفصائل الوطنية وبنقبل بمرحلة انتقالية وبنقبل بشعار تجديد الشرعية الفلسطينية بمعنى العمل مع منظمة التحرير الفلسطينية على إدخال فصائل المقاومة إلى جدار المنظمة وترك طي ملف قصة أوسلو والسلطة والمرجعية هي اللي تتصرف ويصير إعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل عبر برنامج مدمج تحت إطار هذه الشرعية قال بالموافقة على ذلك اسمعين هني وهذا موقف حماس اللي اسمعناه احنا من خمسة شهر في الدوحة الحقيقة وأنا شخصيا يعني من الناس اللي شمعوا بوضوح وفي مبادرة أردنية لشخصيات أردنية كبيرة أكتر من 1400 شخصية ومن بينهم رؤساء وزراءات سابقين وشخصيات خبيرة برضو تحدثت في هذا الاتجاه يبدوني يبدوني أن الجانب التركي قد يكون أحيل عليه هذا العطاء واضح جدا أشكرا كل شكر للكاتب المحل السياسي وسأب السامة دارين أنا أحطورك منايرا لكم كل شكر تحياتي يا عزيز